من فرح إلى حزن ومن حفل زفاف إلى فاجعة دامية نهوة عشائرية باستخدام السلاح والرصاص الحي نفذها أبناء عم الزوجة في ليلة أرسها شمالي النجف قتيلان وأكثر من ثمانية عشر مصاب من بينهم أطفال خلفتها هذه الحادثة المذجعة للنجفيين لا سيما المصابين فيها نهوة عدم ناهين على بتعامهم وطلعت أنا محلي قبار القاعة الدرجة والذول اللي رموا على الوادم أنا واقف على الرصيف لا بيها ولا أعليها إجتني طالقتها أنا بيدي أنا اللي وياي صعدوا بالبدي يعني اثنين موتة ومصابين تقريبا بثمانة طعش واحد عشرين عبارة عن نهوة عشائرية فسبب هذا الشي مقتل شخصين إضافة إلى أكثر من ثمانة طعش شخص هذول الأشخاص أصابهم ضرر نفسي إضافة إلى جسدي كانت أكو دوريات بنفس الحادث بنفس المكان هذول الحادث والمكان لحد هاي اللحظة يعني بوقتها أبد ما ادخلوا ما رفعوا سلاحهم ما رموا عليهم إضافة لهذا الشي يعني أنتو شرطة ألمن واقفين ألمن واقفين بصدمة وغضب يروي شهود عيان تفاصيل الهجوم على قاعة للعراسف النجف فالقصة بدأت وفق روايتهم بمشاجرة ثم تطورت فيما بعد إلى استخدام السلاح من قبل شخصين تبين لاحقا إنهما من أبناء عم الزوجة وقام بفتح النار بشكل عشوائي على المتواجدين أمام القاعة وأغلبهم من المرة والمستطرقين وأصحاب المحل المجاورة للقاعة جاءت السيارة مسلحة قام ترمع عشوائي ضرب عشوائي للوادم فمن ضرب العشوائي أثناء ضرب العشوائي هاي الوادم خطيئة المستطرقة كلها يعني صوبت جهال عدي هذا صانع هم صواه بيده يعني الوادم راحت بس دمائي قمنا نشيل دولة الجرحة خطيئة بالبدي ما للدورية يعني حتى طفلة شضايا وعدنا وحدة قبالنا من الصالون هم مات خطيئة صوبت بيدها أخوي صوب بيده واحد ضرب بيده واحد ببطنة واحد هذا خطيئة المات براسة طلقة يعني صارت البارحة فاجعة فاجعة بالنجف فاجعة شهد الله بالنهوة العشائرية الدامية أو لأي سبب آخر يبدي النجفيون تخوفهم من تكرار الخروقات الأمنية التي تودي بحياة الأبرياء وتروعهم دون إجراءات أمنية قادرة على إيقاف نزيث العنف والدماء من النجف محمد رزاق أتغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر